فأنا بصلي إنك تحصل على الخلاص الخلاص من الخطية الخلاص من عذاب الضمير من عذاب السعير يعني جهنم من بئس المصير يعني جهنم النار الأبدية لكن تؤمن بيسوع لكي تستمتع بالحياة الأبدية الخلاص من غضب الله اللي انسكب أو على وشك أن ينسكب على العالم الخلاص الأبدي الحياة الأبدي والضمان الأبدي في يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من البوت إلى الحياة متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارا بالإيمان بدمه مثل ما ذكرت حالتنا احنا منفصلين عن الله ولكن الله بمخطط العجيب أحبنا أرسل يسوع كيف ممكن أتجاوب يقول كتاب كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقداره و الله بيستخدم كل الطرق وكل الوسائل حتى يلفت انتباهك كتير مرات الله بيستخدم الكلمة كلمة الله الله بيستخدم الروح القدس الله بيستخدم العناية و مرات كتير الله بيستخدم الخدام بيستخدم الخدام東 اليوم نقولك آمن بالرب حتى تنجو من القصاص من الدينونة فالله بيستخدم كل الوسائل حتى يجتذبنا إلى نعمته وعلى فكرة هذا الخلاص يتضمن خمس أمور بحال إيمانك بالرب يسوع المسيح الخلاص هي الكلمة الكبيرة يعني أول شيء بتحصل على التغيير تتغير إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وهذا الشيء الثاني التبني أصبحنا أولاد الرب بالتبني الشيء الثالث حصلنا على التبرير وهذا التبرير موقف قضاء الله يحكم ببرك وبراءتك من خلال دم يسوع المسيح من خلال شخص يسوع المسيح أصبحنا بر المسيح نحصل على التجديد من خلال الولادة الثانية وأيضا نحصل على التقديس نتقدس نصبح قديسين مقاما من خلال عمل الخلاص الكامل وطبعا يعوزني أن أتكلم يعني وقت طويل عن الامتيازات وبركات الخلاص ولكن أريد أن أقول لا تقامر بحياتك ولا تغامر بأبديتك أو نفسك آمن بالرب فتخلص أنت يعطيك الحياة الأبدية بتكون سبب خلاص لكل من حولك الرب يباركك إلى اللقاء اشتركوا في القناة